من دون شك كان هناك استنفار كبير من قبل الحكومة التركية من الشعب التركي في الأيام الأولى من هذه الكارثة التي لم تشهدها منذ سنوات كما ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي الأشد فتكا بالنسبة لتركيا لكن كما أشرت كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت أو التقصير كما ذكر أو اعترف الرئيس رجب طيب أردوغان وقال بأنه كان هناك في أيام الأولى حالة من التقصير فيما يتعلق بإيصال المساعدات وفيما يتعلق بالسرعة الكبيرة لفرق الإنقاذ التي هي إن صح التعبير كانت حالة من رباك خاصة لهول هذه الكارثة الكبيرة نتحدث عن كارثة شملة عشر مناطق أو عشر مقاطعات في تركيا تختلف عن كارثة تسعة وتسعين التي كانت في إزميت ومنطقة قولجوك وتم تدعياتها لم تنتهي حتى هذه اللحظة لذا بتصور أعتقد هذه الموضوع وهذه الخطوات وفيما يتعلق بموضوع التحرك الحكومة الذي بدأ هو صح من اليوم الأول إن كان على صعيد المزراء على صعيد وزير الدفاع ورئاسة الأركان لكن هناك بعض الانتقادات توجهت للحكومة فيما يتعلق بموضوع المساعدات وعدم إيصال بعض المساعدات لبعض الجهات وخاصة المتضررة من هذا الزلزال